انا بعتقد كتير جدا انه المجتمع الدولي اي حكومات المجتمع الدولي بتراهن قدر اللي استطاع على الوقت بيرهنوا على اي وقت بيرهنوا على انه الشارع الرأي العام اللي موجود فيه العواصم زي ما حضراتكم كنتوا لسه بتتفرجوا هيجي عليه وقت ويبدأ يزهق ويهدأ ويبدأ او تبدأ المظاهرات دي تقل وتنحسر الى ان تختفي وبعدين يبقى خلاص شكرا كل سنة احنا طيبين ما فيش ضغوط من الرأي العام نبدأ تاني نتعامل وكأنه شيئا لم يكن ويدبح الفلسطينيين عادي والاسرائيليين يكملوا فيه مدابحهم زي ما هم متعودين وزي ما هم بيحبوا وبيستمتعوا عادي وما فيش اي مشكلة خالص بس الحقيقة وعلى ما يبدو انه الضغوط الحقيقية اللي بيمارسها الرأي العام من جهة واسمح لي ان انا اقولك والضغط اللي مارسته مصر تحديدا من جهة اخرى ودي حاجة الحقيقة بقدر ما تدعو للاعجاب الشديد بالقدرات السياسية بتاعة مصر بقدر ما تدعو للغرابة هتقول لي وايه الغرابة هقولك الغرابة ان واحد زي حالاتي كنت اظن ان دول كتير جدا هتبقى وقفة معانا من اللحظة الاولى لاجل انقاذ الفلسطينيين وانا ما بحبش كلمة انقاذ غزة خالص لانه هي مش غزة بس لتحت القصف لانه اتضفة كمان تحت القصف لانه اي فلسطيني معرض في اي وقت وفي اي مكان داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ان لم يكن للابض عليه فهيبقى للتعذيب وان لم يكن للتعذيب فهو معرض للقتل فهي دي الغرابة الحقيقية هو فين كل الدول من انه يخدوا معانا نفس دات الموقف ممارسة كل الضغوط الممكنة علشان نقدر نصل الى هدن نقدر نوصل الى ممرات امنة مصر هي اللي او هي المركز اللي بيقوم كل زعماء العالم للاتصال بيه وفي نفس الوقت مصر برضو هي نفس دات المركز الذي يحرك كل مؤسساته للضغط على كل الدواير الممكنة في امريكا في بريطانيا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا في المانيا قدر الاستطاعة لاضاحة صورة حقيقية عما يحدث ولإقناع هذه الدول هذه النظم هذه الحكومات او هذه الانظمة بانه اللي بيحصل كرسة وهتؤدي الى كرسة اكبر وهتوصل لهم هتوصل لهم بل ان انا اقدر اقول حقيقي مش هزار يعني وبكل تواضع وانما ايضا مفتخرا انه الاعلام المصري كله الحقيقة لعب دور مهم جدا في ايصال صورة حقيقية واقعية قريبة جدا عما يحدث وده يمكن ساهم قوي في انه الرأي العام العالمية تحرك الرأي العام مش المجتمع الدولي الرأي العام وده الفرق المجتمع الدولي ده هم الناس الكبار اصحاب الياقات البيضاء انا عندي هنا الزرقاء اصحاب الياقات البيضاء كرفتات الشيك اما الرأي العام فهو الناس اللي زي حالتنا كلنا أقدر أقولك أنه بالمتابعة من التقارير الصحفية وتحديدا من الصحافة الأجنبية في لخبطة وألبان جوه الكونجرس والألبان بالمناسبة ده هو ألبان جيد يصب في صالح القضية ولو نوعا ما ألبان يتجه نحية أنه لأ إحنا كده بقى لازم نوقف إمدادات السلاح للإسرائيليين ألبان بدأ يخلي الدول نظم الحكم الأوروبية تبدأ تعيد تفكير مش في علاقتها مع الكيان الصغيوني المحتل لكن تعيد تفكير في طريقة التعاطي السياسي والاقتصاق إلى أخير مع الكيان الصغيوني المحتل نفس اللي بقوله لك في أول الحلقة اللي كنت بقوله مبارح واللي غالبا بقوله بقالي تقريبا من النهاردة أربعين يوم الشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا والشكر لمصر ثانيا أراد من أراد قبل من قبل اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه هو حر مفيش حد يشرب من البحر ولا حاجة بس ده الواقع السياسي اللي موجود وده يخليني أطرح سؤال على أي حد متشكك في اللي أنا بقوله ما تيجي نعود نشوف كويس من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة احنا نعودة كم 16 صح؟ ولا 15 15 15 نوفمبر 40 يوم حجم الحيوية السياسية التي متعت بها القاهرة بمعنى لازم تشوف زي ما يقولك كده شوف التايم لاين يعني بص على جوجل إذا حبيت وشوف اعمل صورت كده بالشهر الأخير 30 يوم هو هيطلع لك يا شهر يا سنة يا أسبوع يا 24 ساعة يا إما ساعة واحدة خلينا شهر وعايزك تشوف مصر خلال الشهر حصل فيها إيه يعني كام حد كلم الرئيس كام حد جه لمقابلة الرئيس مصر كلمت كام حد مصر اتعاملت مع كام جهة إلخ 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 احنا بكلمك على المستوى الرئاسي عاوز تاخد على مستوى وزارة الخارجية المستوى الدبلوماسي المباشر من الخارجية المصرية إلى آخره وقارن ده بأي دولة تانية في العالم مش في المنطقة بس بأي دولة تانية في العالم هتجد إنه القاهرة هي العاصمة الأكثر حيوية سياسيا والأكثر فاعلية في هذه الكارثة ما اسمهاش أزمة الكارثة الراهنة لو عملت الواجب ده أو لو عملت التمرين ده ومش هيخب منك وقت بالمناسبة هتدوس على الزرار بس هتكتشف إن اللي بقوله صح مية في المية مش تسعة وتسعين وتسعة من عشرة لا يقبل أي شك أو تأويل وخد بقى ده وابدأ قارنه بأي عاصمة أخرى في المنطقة في العالم في القارة في الجن الأزرق زي ما انت عايز هتجد وده شيء مؤلم فرق السماء والأرض وتكاد تكون هي نفس الفروق اللي ما بيننا وما بين أي دولة في حجم المساعدات التي تقدم لأهلنا في فلسطين شونا يا مرح كنت أقولك إحنا أكتر من 80% من المساعدات اللي تم تقدمها لأهلنا في فلسطين مصري طب هو أنا أغنى دولة طيب في الحال بقى السياسي هو أنا أقوى دولة في العالم طب أنا صاحب أقوى جيش في العالم طب أنا صاحب أكبر نفوس سياسي في العالم بالطبع لا آه أنا أكبر جيش موجود في المنطقة أنا أقوى نفوس سياسي في المنطقة على الأقل لكن عمليا في هذه الأزمة في هذه الكارثة بسبب هذه المذبحة تجلى أمام الجميع خد بالك بقى عشان تعرف المعادلة بتبقى ماشي ازاي انه مصر اقوى بكتير مما كان الكل يتصور ازيدك من الشعر بيت اقوى بكتير مما كان شخصي المتواضع كمواطن مصري غارق في حب هذا البلد متهم طول الوقت بالشوفينية تجاه وطنيته وبلده اكبر مما كنت اتصور انا كمان طيب عايز بقى تشوف المعادلة كل ده اصلي فيه ناس عاد تقيس الحكاية ازاي يقولك الاوضاع الاقتصادية اضعفت مصر واصل مصر وضعها الاقتصادي مش قد كده فائل حقيقة قدرتها على التحرك السياسي وقدرتها على توسع الدوائرها الحيوية وفاعلية دورها السياسي وفيه ناس تحب تتفزلك وتقول شوية كلام فعلا ملوش علاقة ضعب طيب يعني انت شايف انه الوضع الاقتصادي المصري اضعف مصر جدا جدا ايا كان فنان اللي بقول ده مين يعني سبحان الله يا اخي فظل الوضع الاقتصادي الصعب جدا ده جدا ده واحنا اقوى بلد سياسيا في المنطقة بالكامل بل احنا من اقوى البلد سياسيا في العالم يعني لو جيت بسيت كويس هتشوف ان الدور السياسي المصري في هذه المصيبة يكد يكون اد يكد يكون عشان يبقى برضو محق ويبقى فيه شيء من الدقة في الكلام يكد يكون اد الدور بتاع الولايات المتحدة الامريكية القاهرة واشنطن واشنطن القاهرة عارف اللي هو رايح جاي القاهرة بتضغط على العواصم الاوروبية اسف واشنطن بتضغط على العواصم الاوروبية والقاهرة تقدم ضغطا معاكسا على العواصم الاوروبية وهكذا ده اللي بيحصل إذن عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة أيا كانت جنسيتك مصر فأضعف أحوالها قوية ومصر دلوقتي مش فأضعف أحوالها ولا حاجة خالص برحمة ربنا أولا مصر ما بتضعفش ولما ربنا يسبب الأسباب ويبقى فيه ناس ألبها على البلد بجد وعاوز أتحرك البلد لقدام طول الوقت ومش عاوزين يبقوا سلبيين وينقوا بنفسهم عن أي مشاكل في المنطقة ويبتعدوا عن أي شيء ويعني خليها كده ماشية زي زمان من الآخر يعني لأ في العشر سنين دول لأ ده ربنا سبب الأسباب فمصر فعلا شكلها بالنسبالي في خيالي كده عاملة زي أبطال الملاحم الإغريقية شكرا للمشاهدة